اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في كل مكان في العالم أهلا وسهلا بكم وسلام ربليكم وحلقة جديدة من برنامج الكارما المباشر المخصص للصلاة بنصلي معكم ومن أجلكم واثقين في وعد الرب في عبرانين حداشر الذي قال أنه بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه لكنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه عشان كده هنفتح القطوط من أول دقيقة في الحلقة تلاقي مكلماتكم اتصالاتكم تلبط صلواتكم بنرحب بكم أهلا وسهلا بكم كمان نحب نسمع المعجزات اللي الرب صنحها معيكم عشان نمجد الرب على عزم صنيعه فيما بيننا وتعالوا بينا في البداية قبل ما نبتدي حلقتنا نهاردا نرحب بديه في الحلقة رجل الله رجل الصلاة الدكتور القص ألك سحنة مؤسس خدمة الإنجيل لكل العالم أهلا وسهلا بحضرتك مرحب بك أختي ليديا بشكرك على دعوتك وبشكر الرب على قناة الكرمة اللي بنشوف تمر الرب ومعجزات الرب كل دقيقة وكل ثانية وبنصلي لأجل عيد الحصاد أمين وفعلا بنقول كل السنة والكرمة طيبة ونبدأ نهاية هديانة للدخول لعيد الحصاد بكل بركة بتحب نصلي الأول طبعا يا حد الأسيس يا رب بنبركك ونشكرك يا رب لأجل الكرمة المثمرة إلى أقصى الأرض بنشكرك لأجل وجودك فيه هانزا الأولاد يا رب الذين أعطنيهم الآب آيات وعجاب نشكرك يا رب لأجل كل الآيات والعجاب التي تملأ أخبار الأرض كلها بتغيرات سماوية حتى نستطيع أن نهتف ونقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض نصلي يا رب أن تملأ هذه الحلقة من جودك وإكرامك وآيات وارك كل مجد الرب بواجه مكشوف نشكرك لأننا أتين إلى سماء مفتوحة لم نأتى رب إلى جبل مضطرب بالنار ولكن أتينا يا رب إلى ربوات القدسين إلى عرش الله إلى بيت الآب لننال رحمة ونجد عونا رحمة في حينها نشكرك يا رب بنصلي لأجلاء أخت ليديا لأجلاء أخت سلوة أخت إنجي كل الإخوة والأخوات يا رب وكل أحبائنا يا رب خلف الكاميرات وفي الإدتج وفي الإخراج والذين يتعبون في الكرمة الليل مع النهار أن تعيدهم بالقوة بالروح في الإنسان الباطن لأجل جميع المشاهدين يا رب أن تكون هذا الوقت فعلا وقت اختبارات الكنز الحقيقي الذي يخرج مثل كل متعلم في ملكوت السماوات يا رب لا نريد أن نتعلم من البشر ولا نريد أن نتعلم في العالم ولكن كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات نريد يا رب التعليم السماوي التعليم الذي يفيد من حضورك الذي يفيد من جلالك تعال يا رب على جلستنا بحضور إله عجيب ليشفى كل مرض ويشفى كل ضعف وليقول شعبك في كل مكان في الأرض البعيد والقريب حقا رأينا الله لمسته أيدينا رأته عيوننا الذي سمعنا به أيضا بأزالنا هو من جهة كلمة الحياة ارسل كلمتك تحي ارسل كلمتك تشفي ارسل كلمتك تجدد وتخلق وجه الأرض من جديد آمين في اسم المسيح ونصدق أن الرب يسمع ويستجيب أسيس أليكس احنا بنصدق ونصلي أنه الرب يسمع ويستجيب حسب وعده أنه انطلبنا شيئا حسب ما شئته يسمع لنا فيترى هل هناك حبة اختبارات تقدر تشاركنا بيهم عشان نسمع ونتشجع وربي قوي إيمان بيهم فعلا يعني بشكر رب لك لعمله من خلال القناة لأنه كمية الآيات والعجاب الواحد بيشوفها كل يوم يعجز القلب عن وصفها كفاية كمان أنه يعني إحنا مش مجرد بنعمل حلقة على الهوى وخلصت لا ده الناس بتقولك أنتوا كنتوا بتصلوا على الهوى من ست سنين وعن طريق الكرمو أيضا عملتوا إرسالية وجيتوا من عشر سنين والناس لسا فاكرت فمن ضمن الاختبارات اللي وصلت من دكتور غالي من جيرسي سيتي بعد ثلاث يعني أربع خمس اختبارات حصرت في عيلة واحدة كلها كده أختي ليديا هزتني من جوه هز أول اختبار ابنه كنا بنصليله وهو سن ثمان سنين وده دكتور بشر يعني ام دي وليسنس ومعا اللايسنس في أمريكا عشان لو حد بيقولك ما فيش معجزات وما فيش آيات لا ده احنا معانا شهادة طبيب معتمد من نيوجيرسي راجل متعلم معا أكتر من بورد وبعت الشهادة بيقول ابني كان عنده ثمان سنين وعايش بالبخاخة العمر كله والأكسجين والأزمة كانت معاه شديدة لكن صلينا معاه من أربع سنين من على قناة الكرمة المباركة وانا عندي اسمه وعنده نامر التليفون اللي يحب يكون تكتهام وقال الرب شفاه شفاء تام من أربع سنين المستشفى والأطباء يقولوا طب خلي معاك البخاخة احتياطي خلي معاك الأكسجين احتياطي قالوا ترامو خالص بس قال أكتر من كده كان وقت الفاند ريزن وهم عائلة سخية في العطاء للرب وفي تعديد الكرمة وفي الوقت ده كان فيه تنبؤ على الهوى لأنه يحلم شبابكم أحلام ويرى شبابكم رؤى وأيضا يحلم شيخكم أحلام وأيضا بيعطي الرب مواهب الروح القدس في كرونس الأولى اللي منها التنبؤ فالرب الداني تنبؤ على هذا الطفل وهو ثمان سنين أنه أناء مستخدم للرب وأنه هيكون سفير للمسيح سن ثمان سنين يعمل لكن بيقول بعد ما تنبأنا عليه في الهوى وطلبنا كده من سن ثمان سنين فعلا لبسته قوة من الأعالي ومن سن ثمان سنين بقى بيخدم في الكنيسة الأرسوذكسية في جيرسي وبيساعد الكبار في السن ويروح للرهبان وبيجيب هدايا وأي حد محتاج مساعدة بيجري عليه وربنا بيدي له تمويل إلهي واستخدام سماوي لهم الشيوخ والكبار وأي حد ومن ساعد وهو ثمان سنين بقى خادم أمين للرب وقوة الله استلمته وده مش عجيب لأن حضرتك نتكلم النهاردة برضو عن يؤاش الملك اللي هو ملك وهو سبع سنين فشوفي حضرتك يعني لما ربنا يحول حياة طفل سبع وتمان سنين ويبقى خادم معروف في الكنيسة وخدماته بيحتزى بيها ومثال الحاجة التانية نفس العائلة الدكتور كان بيعمل بيزنس على الإنترنت ودخلت شركة غريبة من أوروبا شركة يعني مزيفة منافسة يعني؟ لا شركة مزيفة أخذوا رقم الحساب وأخذوا معلومات الكريدت كارد وسحبوا 12 ألف دولار وبعدها كذا ألف دولار والفلوس راحت بعدما أخذوا كل المعلومات بتاعته وأقنعوا بربح وهمي وانتهى الموضوع شركة لا ليها عنوان ولا ليها اسم لكن ألف الدولارات انسحبت وصلينا مجرد أن احنا برضو من خلال القناة طلبنا الرب فرد المسلوب والدكتور شهد وقال كل المبالغ اللي سنبوها مدي من الشركة اللي هي محدش يعرف عنوانها ولا تريفونها ولا حاجة لغاية دلوقتي كلها رجعت بالكامل بمعجزة الصلاة لو في حاجة اسمها IP address والرب أكيد ساعد الناس إنها ترجع له حقه طبعا ما فيش حاجة بالصلاة وبدعاء مع الشكر بنصدق أن ربي يجي بمجد احنا عندنا كمان فيديو ولا عايزت ترسل كمان في المعجزة دي اه طب نكمل من اليمن شوفي من اليمن لا أنا عايز فيه من المغرب المغرب الأول فيه من اليمن وفيه من المغرب أنا عندي واحد من اليمن وواحد من المغرب رائع اللي في المغرب أقول أول آه اللي في المغرب ناس عابرين عائلة عابرة كان عليهم ديون وكانت الديون مغرقاهم من رأسهم لرجليهم وعندهم بيت على أمل أنه يتباع ما حدش عايز يشتريه لمدة سنين لكن لأن احنا صلينا باسم الرب قوة الله اللي في القناة هنا في قناة الكرمة الرب سعدهم في باع البيت وقدروا يسددوا ديون وأيضا عائلة من اليمن بنت الرب اسمها بنت سينة من اليمن اتصلت برضو كانوا في ضائقة مادية ومحتاجين لبيت جديد عائلة عابرة أيضا كان لازم ينتقلوا من مكان لمكان بسبب الظروف اللي بيمروا بيها وعليهم ديون متكسرة والرب انتصر وغلب الديون وقدروا أنهم يتحركوا لمكان جديد أقول كمان اختبار من مصر ونشوف البيت أنت عارفة دي لما بيبقى في مصر مشهورة حكاية أنه يبقى حرامية موجودين على موتوسيكل وبيبشوا ويسرقوا الشنط ويسرقوا الدهب ويشدوا السلاسل وكده فأخت برضو في مصر اتنين على موتوسيكلة شدوا السلسلة اللي في رقابتها وخطفوا الشنطة وخطفوا اللي معاها وكان فيه شوية دهب وبعوه وانتهى الأمر هي صلت في مصر وإحنا اتحدنا معها في الصلاة لكن دي حاجة صعبة جدا أنها ترجع لأن الموتوسيكلة ده ممكن يمشي من غير نمره بسرعة ولا تشوفي وش ولا تشوفي أي حاجة ده حقيق يعني أسرع طريقة للسرق لا في عربية ولا حاجة تقدر تمسكي فبعد ما صلنا بأيام قليلة صح كانوا الحرامية دولا كانوا باعوا الدهب وباعوا المقتنات اللي ليها ومعاهم التمن لكن في مدة سيارة البوليس قدر يمسكهم ولقى تمن المشغولات الزهبية والمقتنات الزهبية بالكامل وشنطتها ورجعها كل اللي ضاع إله رد المسلوب عشان كده بقول أن علاقتنا بالرب علاقة كنزية كنت في الفالي عند الفاض القصة سامير وليام وقابلتني إحدى الأخوات وشاركتنا عن معجزات الرب من خلال الكرمة اللي بتحصل من شفاءات ونجاحات خلونا نشوف الاختبار خلونا نطلع فاصل ونشوف الاختبار الفيديو من فم الأخت دي اللي حصلت معا المعجزة اتفضلوا برحب بيك يا أختي مريم أهلا بيك وإحنا اتقابلنا هنا في الفالي عند كنزة القصة سامير وليام الرب يباركك يا ريد تشاركينا الاختبارات اللي الرب عملها معاك من الكرمة تي بي أهلا بشكر ربنا لما بجال دعوني وسط الدير وأنقذك فاتما تجيدني وأنا في رسالة يا عبو بيقول صلوا بعضكم لأجل بعض ركاية تشفوه لما بقى مدائقة بطلب بقناة الكرمة وبدخل مشاركة على الهواء وبطلب طلبت صالة وقالت عندي بنتي عندها مشكلة في رجلها وكانت عندها تعمل عملية كبيرة تغيب مفسد وكانت دخل على العمليات طلبت الأخوة طلبت الجسس أليكس واختصاره وكان على الهواء قلتوا بصالوا معايا بنتي دخل على العمليات ربنا يتمجد معاها والحمل تشكر ربنا العملية نجحت وعدت وهي ماشية كويس وربنا جبل للصها وتمجد معاها كتير جلت بأدخل امتحاني سواجة وقدت بأدخل النظري عدت وطلب مرات أشكر ربنا في المرة الرابعة تصرفت وكانت الكرمة قال لي يا أختي ربنا يفتح بصيرت وقد تمجد معاك عديت في النظري ورحت امتحاني العملي عديت من أول مرة مجدا للرب حمليلويا أطلب مجدا للرب اللي ساكن في وسطنا اللي مكتوب عنه الصانع العجائب العظام وحده بنمجد وبندي كل المجد للرب لأنه هو اللي يستاهل كل المجد عزيزي المشاهدين تعالوا بينا ندخل في حلقتنا وموضوع تأملنا النهاردة كل إنسان فينا عنده أحلام وأمال وطموحات وأهداف وأيضا الكنز اللي بيدور عليه فأحيانا بتدور على الكنز في حياتنا في اللي حوالينا في الأماكن اللي حوالينا وبنظن إنه ده حاجة رائعة جدا ولو خدناها ده منتهى الأمال وحيجبع احتياجاتنا ووجوعنا للي حوالينا لكن اللي بيحصل إنه بندور على حاجات فانية وزيلة بندور على المال على الجمال أحيانا على الشهرة على المركز أحيانا على الأمان والقدرة والقيمة لكن الرب يسوع قال كده في موعز على الجبل قال كده هو حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك اللي بنا بتتعلق بالكنز لو رب بدينا بنبقى مرسوطين وفرحانين لكن طول الوقت يعنينا على الكنز أو الشيء اللي احنا كنا مندور عليه لكن لو اللي حصل إنه إحنا مقدرناش نوصل للكنز دوت الخارجي بيحصل بنحزن ونكتئب ونزعل ونفشل لكن الرب يسوع أيضا قال كده قال أنه لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض لماذا؟ لأنه هناك سوس وهناك صدق وهناك صارقون ولسه الأسيس أليس كان بيقول أنه في صارقون ويصرقون فإذن الكنوز اللي حوالينا كلها فانية وزيلة لكن تعالوا بينا النهاردة العنوان حلقتنا النهاردة الرب عايز يكلمنا في موضوع هامي جدا وبيقول كده هو في كورونسوس التانية أربعة سبعة إذن هذا الكنز فيه أواني خذفية فيترى إيه هو الكنز وهل هو لنا فعلا ولا إحنا محتاجين ناخده وهل الكنز دوة الأواني الخذفية اللي محتويها هذا الكنز ما هي وهل هذه الكنوز هل لنا نتمتع بها كيف نحصل عليها وكيف نفرق بين الكنوز العالمية والكنوز الروحية وأيضا سؤال هام كيف أتمتع بالكنز وأيضا كيف أشارك من حولي في هذا الكنز في الحقيقة إحنا عندنا تليفون معنا مين على التليفون الأخ أديب في كاليفونيا أهلا بحضرتك تفضل حضرتك معنا على الهواء تفضل أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك محتاجين صلاة لأخت نوال عشان تشفى فورا تقدر تطلع السلم لان اضطر التفاة عند ابنها برا ودلوقتي مش هدها ترجع البيت عشان مش هدها تطلع السلم دور واحد بعد برجعت وهي راجع بالمستشفى في عربية أسعاف هذا تتكلم من كاليفورنيا طلب الصلاة للأخت نوال بصير اللي هي حبات من صدلك محتاجين طلب الصلاة لأخت نوال وجزها أنا جزها تعباد قوي راخر يعني عندي فضيح في الطاقة فمحتاج طلب الصلاة للرب اللي ينقض بأحدة الاثنين أنا ودوال حضرتك في كاليفورنيا صح؟ يس أنا هنا في الفير لو حضرتك ما سألت بتروح السوشيا السيكوريتي وتوري شهادات لها أو كده ممكن بيبقى ما أضعش أروح أنا ما أضعش أمشي طب بالتليفور الدكتور بيجيني في البيت طيب حضرتك ممكن بالتليفور أنا في البيت لأنني كونكتد تزا كونسنتريتور طيب ما أيش أنا بقول لها بس نصيحة صغيرة حضرتك اسمعني دي اسمعني دي لو سمع ممكن حضرتك بالتليفور بالاتصال بالسوشيال سيكوريتي أو الميديكير وتوصف حالتك ليهم ياما بيبعثوا حد بيساعدك أو بيلاقوا سكن يبقى مخصوص للهنديكاب أو المعوقين اللي مش بيقدروا زي الحالات دي ممكن يساعدوا كتير وحاوز أسأل حضرتك واثق أن الرب ملك على القلب والفكر والحياة ولا تحب تصلي معايا أنا مستعد كمان أصلي لأن بعض أوقات بيجي لي شك طيب صلي يقول له يا رب يسوع يا رب يسوع بفتح قلبي إليك افتح قلبي إليك تعال أملك على قلبي تعال أملك على قلبي أملك على شريكة حياتي املك على شريكة حياتي نؤمن بخلاصك نؤمن بخلاصك يا رب وشفائك وأنا أفتح قلبي إليك اؤمن بشفاءك وأؤمن بشفاءك وبانتهار كل مرض وانتهار كل مرض تعال أعيش فينا تعال أعيش فينا يا رب بقوة الدم بقوة الدم ونعلن شفائك ونعلن شفائك بجروح الصليب بجروح الصليب شفاء ألام الظهر شفاء ألام الضخم وشفاء أمراض الدم أمين قل له فيد فيا فيد فيا بالروح القدس وفيد فيا بشفائك أمين يا رب بمد يد يسوع بالشفاء على أخي أديب وأختي نوال نسق يا رب في بداية جديدة ونعمة جديدة نشكرك لأجل الخلاص ولأجل حياة جديدة يا رب رتب ليهم سكت يكون بالنسبة لهم دور واحد ويكون سهل ما فيوش طلع سلالة أنا بصلي يا رب تنفتح أبواب البركة أبواب النعمة أبواب الشفاء أمامهم أمين أمين في اسم المسيح وشكرا لك يا أخي أديب لأجل اتصالك ومعنا بنت الرب من لندن أهلا بحضرتك بنت الرب بحضرتك معنا على الهوى تفضلي بنت الرب أهلا بحضرتك تفضلي أهلا 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 وقت التلفزيون اسمعينا من التلفون بس أنا موقية التلفزيون طيب إحنا سمعين حالك تفضلي تفضلي أنا عندي مشكلة معجوزي سايب البيت وبيعمل علاقات الزينة مع ناس من أديان تانية وطلبه صلاة أن ربنا يرجعه أمين هذا صلي يا رب لك للزوج أنك تفتقده وأنك يا رب تحصره بالنعمة الإلهية والتوبة يا رب عن كل نجاسة وعن كل زنة وتعطيه يا رب تغسل قلبه بالدم الغالي أي حد بيشاهدنا يا رب موجود على السيطات لا تمجد اسمك أو بيشوف أشياء عريانة طهر العرياء طهر العنين وطهر القلوب يا رب من كل دنس العالم الشباب يا رب أو الشابات اللي بيعودوا على الكمبيوتر ويشوفوا أشياء لطليق منصلي يا رب لأجل تطهير القلب وتطهير العيون أن تأتي بموجة قداسة عالمية تقدس الأفكار وتقدس الهياكل وتجعلنا يا رب هيكة لروح الله لا يدخل دنس ولا يدخل نجس إلى قلوب ولا إلى البيوت وترد يا رب لأنه فعلا اللي بيحب زانيا أو بيفتقر إلى رغيف الخبز يا رب الاقتراب للزانيا اللي مكتوب عنه يحتضر نار في حضنه يحترق بيها احفظ شعبك من الاحتراق بالنجاسة واحفظ شعبك من الاحتراق بالزنة والخطيئة ليكون يا رب شعب مكرس ومقدس لله آمين آمين بنت الرب بنتي واثقاً رب ملك على قلبك بنت رب انتي معنا بيتاد وما بيصرفش عليهم يعني ما بيسألش عن الأولاد خالص وما بيصرفش عليهم جنيه يعني متخلى عننا وعن مسئوليتنا وبيعمل فروسه للعلاقات النسائية فقط طب هل انتي مثلاً كلمت الكنيسة او كلمت اي أب كاهن او أسيس في الموضوع ده علشان يفصل في الأمر ده آم بيرفش الكنيسة ما بيعترفش بالكنيسة لا انتي يعني ممكن لما تلاقي نفسك وحيدة انا كلمت آه كلمت قالولي محتاجة صلاة طيب بعد الصلاة ربنا هتصرف ويمدي إيه انا واسقين في الرب وهنكمل صلاة تاني واسقين في الرب ان الرب حيتمجد بس انا بسأل حضرتك انتي بنتي المسيح في حياتك المسيح مالك على حياتك الحمد لله واسقين على المسيح مالك على حياتي أمين أمين أسيساً حابة نصلي من أجلها لانه هي مجروحة متألمة جداً لانه زوجة جزها بيعمل كده أكيد متألمة جدا يا رب نصلي لأجل ألام بنت الرب وكل زوجة رب مجروح في الزوج بسبب سوق المعاملة أو بسبب خيانة زوجية أو بسبب رب سيطات شريرة أو بسبب إهمال أو بسبب أي نوع من الأبيوز بنصلي يا رب لكل الزوجات يا رب والعائلات اللي فيها جروح عميقة وجروح أليمة مش بتأثر على الزوجة بس لكن بتأثر عليها وعلى الأبناء اللي تركهم من غير أي شيء يا رب من فضلك قد يترك الأب والأم لكن أنت تضم إلى صدرك بنصلي يا رب لأجل كل قلب مجروح في العلاقة الزوجية وكل نفس مجروحة وكل نفس مهملة وكل نفس مهددة وكل نفس يا رب فعلا بتعاني من أسقال وضغوط بسبب هذه الأمور ونقول لك رب أنت الرب شافينا المس قلب بنت الرب سدد كل احتياجاتها وإحتياجاته لدى الروحية والزمنية ويفتح كوى السماء وبركهم اعلت ذاتك رب بمجد إلهي بشكرك لأنك أنت رب الرفيق الحقيقي اللي قلت محبة أبدية أحبابتكم أدمت ليكم الرحمة تدخل يا رب في ظروفها وفي احتياجاتها وفي قلبها وفي نفسيتها وفي جسدها وعولهم وشددهم وارسل ليهم كل عاون وطراهم في احتياج لي آمين آمين شكرا لك يا بنت الرب لأجل اتصالكم مستنين الرب أنه يعمل عمل غير عادي وهو ده إلهنا وهو ده ملكنا سيس أليكس عنوان حلقتنا لنا هذا الكنز في أواني خذفية وده من كورنسوس الثانية أربعة سبعة حب أن أنا أقرأ معاكم باقي الصحاح حبة أعداد ولكن لنا هذا الكنز في أواني خذفية ليكون فضل القوة لله لا منا مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين متهدين لكن غير مطرقين مطرحين لكن غير هالكين حاملين في الجسد كل حين إماتت الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع كي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا الميت إذن الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب أمنت لذلك تكلمت نحن أيضا نؤمن لذلك نتكلم أيضا علمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم أسيس أليكس بداية الآيات أنا قررتها عدد سبعة بيقول ولكن لنا هذا الكنز فيه أواني خزفية عن أي كنز يتكلم وما هي أواني الخزفية اللي بيقول عليه الأواني الخزفية حضرتك هي جسد المؤمن أو إحنا كهياكل خارجية حضرتك يعني دي الخزفية أسيس أقول أضعف إناء يعني إحنا قدامنا مثلا هنا إناء زجاجي حضرتك ده لو نزل على البلاط مرة واحدة هيتدجدش أي يعني أضعف إناء فأي ضربة بتنزل على هذا الإناء أو لو حد جاب عصايا وضربه ويتشرخ أو كده ممكن سهل جدا أنه يتشرخ أنه يتفتت بس أنا شفت الصورة جميلة جدا أختي ليديا في اليابان اليابان بيمسكوا الأنية ديا لما يقع إناء ويتكسر حتة يجبوه ويلحموه من تاني بالدهب يحطوا الإناء دوا ويحطوا طبقات دهب بين كل حتة مشروخة والتانية فشوفي الإناء دوا بخمسة ساعة ده أو بخمس أرش لما يتكسر ويلحموه بالدهب ويبقى إناء ذهبي تمنوا ألفين دولار تلات تلاف دولار واليابان متخصصة في معالجة الشروخ بتاع الأنية بالحشو والدهب دوا اللي بيتباع بعد كده بالألوف وده الحقيقة اللي بيورهونا الرب إن إحنا نسلم للموت كل يوم لأجل الرب فيه اكتئاب آه فيه يعني مفيش مؤمن خالي من تجارب مفيش إناء خالي من متاعب فمثلا تعالي نشوف إلي مثلا وقت ما قال بقيت أنا وحدي وطلب الموت لنفسه وراح واكتئاب الرب كان محضر له كنز قال له لا أنت مش لوحدك قال له فيه سبع تلاف رجبة لسه لم ترحاني من اللي باع لبعد والرب أظهر مجده والرب أظهر مركبة نارية وكان بيعالج الاكتئاب بتاعه وفي النهاية أخده في مجد إليه غير عادي فأنا عاوز أقول إنه آه فيه اكتئاب فيه أحزان فيه كل دوا لكن الإناء ده الخزفي جواه الكنز شخص ربنا يسوع هنتكلم بعد كده أنه موجود في القلب وفي اللسان والكلام الفكرة أن الكنز والصار واللي لينا فالرب مكتوب عنه ميراس لعافنا ولا يتدنس ولا يدمحل هو في السماء بس ما هوش في السماء بعيد لكن هو جوه كل إداء خزفي مكسور مجرب مكتئب حزين ينبع ما يدور على جوه أول ما يقع لما بيقول مثلا متضايقين متحيرين لكن غير يائسين متهضين لكن غير مطروكين مطروحين لكن غير هالكين مش نهايتك التجربة اللي بتمر بيها مش نهايتك المعاناة اللي أنت بتمر بيها لكن الرب اللي بيخرج من الأكل أكلا ومن الجافي حلاوة هيطلع من تجربتك الدهب النقي اللي بيقول عليه أشير عليك أن تشتري مني ذهب المصفة بالنار لكي تستغني طيب ده مين اللي بيقول له أختي ليديا ده الأعمى والفقير والشقي والبائس والمسكين بيقول له مش هسيبك لفقرك ولا هسيبك لشقاك لكن أنا عندي ليك عندي ليك هدية مش لأنك قوي ولا لأنك شاطر لكن لأننا تجربنا في كل شيء مثلكم زي ما تجرب الرب بلا خطية عشان تجرب بلا خطية لكي يعين المجربين وزي ما بيقول التلابيس تألمنا جدا فوق الطاق وصل درجة اليأس من الحياة لكن الاختبار اللي طلعوا به لكي لنا يكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم من الأموات يمكن بتمر التجربة صعبة دلوقتي أخت أخت ليديا أخت كان ابنها ليه سنين ما بيشتغلش هي وعدت أنها تتكلم لو هي سمعنا خليها تتكلم نسمع صوتها فبتقول الإبن بسبب الانمبلويمنت ما فيش شغل ما فيش دخل اكتئاب عاوز يخلص من حياته يأس أمراض نفسية إحباطات مفشلات لسنين يعني مش سنة ولا اتنين سنين تصعب طب تعالي نسلم ده للكتز الحقيقي شخص ربنا يسوع نسلم الاكتئاب نسلم الأحزان الضيقة الحيرة ده وصف الإنعم الخارج مجرد ما جبناها للكنز اللي هو الرب يسوع ما فيش في نفس الأسبوع الرب أرسل ليه عمل في أفضل مكان بسعر وسلري ممتاز جدا كان يقدر من خلاله سد الديون كتيرة ويرجع كده على الكرير فأنا حاوز أقول لك النهاردة الرب مش بيجي لك من نقطة القوة الرب مش بيجي لك لأنك انت شخص مصلي وواصل وفاكر أنك درس الكتاب وعارف كل حاجة لكن بيختار المصدرة والغير موجود عشان يبتل بيجي لك من نقطة حرتك بيجي لك من يأسك وده اللي احنا بنشوفه في كل يوم يعني وباستمرار بيجي من وسط الحرمية ويرجع وبيجي الرب يرد المسلوب فالرب بيجي من الحيرة واليأس والضيق والاضطهاد والطرح كلمة مطروحين يعني مسكنا الإناء كده ده بناء اتكسر حتت ربنا بياخده يحشي ذهب ويبقى ذهب مصفى بالنار نافع لخدمة السيد مستعد لكل عمل صالح لما أفاسوس في أفاسوس لما تألم بولوس بسبب أرطميس الأفاسوسيين ولما كانوا بيبسكوه علشان يقطعوه بقى في جزيرة ملطة لما نشبت الحية في يد بولوس كل البلاد دي بقى ليها رسائل وبقى ليها السيد وبقى ليها سمعة فما تخافش ما تخافش من الحية ما تخافش من السم ما تخافش من الحيرة ما تخافش من اليأس ما تخافش من الضيق لأن الرب هيطلع منك إناء متكلف قوي في كنز المسيح وده يمنى ورجعنا عشان كده بنصلي عشان كده بنطلب ومصدقين في الرب إنه يحول اللعنة إلى بركة وكل رماد يحوله إلى جمال ويبقى رداء وكل حزن واكتئب لرداء تسبيح زي ما وعدت في كتابه دينا مثل كده حل الأسيس ناس كانت حالتها زينا يمكن حالتها صعبة ومسأل من كتاب المؤدس نقدر نتشجع بيه في تكوين 4.43 بنلاقي المسأل الجميل جدا يوسف لما الرب اداله السلطان في أرض مصر إنه هو يكون على كرسي المبلكة ويكون الثاني بعد فرعون في الوقت دون بسبب غياب يوسف اللي هو يشير إلى شخص ربنا يسوع كانت أرض جنعان الأرض التي تفيد لبنا وعسلا في جفاف في فقر في احتياج أتى إليه إخوته مش الناس كتير دايما بتربط إيمانها بأعمالها أو بيقول لك يعني إيه أنا لما هصلي فترة كذا وأصوم قد كده أنا أقدر أخذ من ربنا قد كده أو بحسب الأعمال لكن دعني نشوف لا مش بالقدر صحيح أنا أنا مش بقول من صليش ومن صومش بس أنا ما عنديش حاجة أقدر أقدمها تمن لله على أي عطيه بالدهاني لأنه اللي دفع التمن هو المسيح يعني أنا أنا بعيش على عمله هو مش عملي أنا وكل ما بخرج من ذاتي وبخرج من أننيتي ناس يقول لك يعني بالجهاد وبالأعمال ليس من أعمالك لا يفتخر أحد بل بالعكس أنا كل لما بقول أنه ينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص لا يذكر فيه أي في جسدي أي شيء صالح لكن كل من الله أنا كل ما بكبره يعني إخوات يوسف حضرتك عرف القصة إزاي غدروا به وإزاي كذبوا على أبوهم وإزاي عقوبة عمى وإزاي رمو في البير أتوا إليه خائنين غادرين قاتلين أتوا إليه في عوز في احتياج لم يسأر منهم لكن هنا بيقول لما قال له بيوسف تعالوا عدوا معايا تعالوا ادخلوا إلي الأعدى مع يوسف العهد الجيد بتعني إيه بيقول لك رد الفضة إلى عدالهم وأعطاهم لما جاءوا إلى يوسف إلى البيت ساحكن معاهم هدية في أيديهم وسجدوا لي لكن أول حاجة بلا يوسف سأل عن سلامتهم حد يسأل عن سلامة أعدائه النهاردة الرب بيقول لك الكنز في الأعدى معايا مش أنت اعتذر تديني حاجة سأجابين له هدية بسيطة بس هو بيقول لك وهم ماشيين كل واحد لاقى في عداله أو في يعني الكيز بتاعه الكيز بتاعه لاقوا كنوز هنا بيقول لك لما أقدموا الهدية وسجدوا سأل عن أبوهم سأل عن يعقوب وسأل هو سالم وحي وسجدوا لكن وهم في محضره لما خرجوا من المحضر ده كل واحد لقى كنز فيه عداله وأنا حاوز أقول لك أن الشركة الكنزية مش إن أنا اللي بقدم للرب شيء لأن كل اللي قدر أقدمه للرب أعمال البر اللي هي سوبل عدتة لكن ساح جايب بهدية للرب وبشكر رب لأن أخت كانت شريكة هنا برضو في عمل الله بتقول أنا قدمت ألف والألف دي السبعة تالي رسالة النهاردة رجعت ستة وتلاتين ألف أخت في مصر مجدل والستة وتلاتين ألف دي جاتني على العيد فالرب وسع خدمتي وسع اختباراتي واللي أنا قدمته رجع ستة وتلاتين مرة والرب وسع تخوم إحنا بنتبارك في كل عيد حصاد ساحب نشوف الناس اللي بتقدم الرب بيباركها بعطايا فهو ما نطلب أنا أفتاكل مش لأن الهدية طلب لحاجة لكن ده استثمار يعني إحنا بندخل مع الرب شريك دخلوا بهدية تلعب كنوز في عيدالهم دخلوا يقدموا البسيط وبعدين عشان تعرف أن كل من الله مش بقوتك ولا بقدرتك لما جم يفحصوا الهدايا لأن نصيب من يمين الصغير خمسة أضعاف كبير هو يا رب أنت بتبدأ بالكبير اللي بيعرف يطلب واللي بيعرف لا مرة كده في الاويين في سنة اليوبيل أخت ليديا الرب بيقول للشعب عاوز تعيش سنة يوبيل قال له يعني إزاي أعيش ثلاث سنين لقدام في اكتفاء أقول دي وناخد البقرة فالرب بيقول له أنت هتقول ماذا نأكل وماذا نشرب وهنعمل إيه في بكرة وإنت بتشعر فتعمل إيه يدي لك الرب ثلاث سنين قدام تقول مش هتقول هتأكل إيه في الخبز السنة الي جاي ولا اللي بعدها ولا هتعول هام فمعليش سامحوني في التعبير لأجل خبتنا ربنا بيبركنا دي سنين قدام التعبير أرد ببارككم على خديثكم على الأعداد اللي تعودوها دي ببارك حياتنا أنا عندي طلب الصلاة من الأنسان أنا عندي أخويا في لندن بحثت مشابهة للأخة أجيب اللي تنفى من كاليفورنيا رب ليه ما يداشي حرطها بالوقت ما يداشي حرطها وما عندش أي حدا يساعده بلوحتي في البيت ما يداشي يأكل ينتم يأكل واجب الصغير في النهار وانا رايحة ليوم تنين بالشغال إزاي عمشان أساعده كل عايزة صلاة من أتيس أليكس إذا ممكن حاضر يا رب احنا رسالك لأخ أديب اسمه لا هو بتقول حالته زي الأخ أديب طيب نصلي يا رب لك لهذا الأخ كل من لديه ألام في يديك أو في رجليك مد ييدك نحو الشاشة قل له يا رب أنت وعدك في كرونس تانية الأصحة الرابع أن حياتك بتظهر في جسد ميت لو فيه موت في إيديك لو فيه جزء مش بيتحرك في جسدك قل له يا رب وعدك أن حيات يسوع بتظهر في الجسد الميت ده الحاجة اللي ميتة سواء فيه موت في الأفكار موت في الإيدين موت في الرجلين موت حركي موت عصبي موت في الاقتصاد موت في الدخل تعالى النهاردة نسلم كل الحاجات الميتة وناخد قوة قيامة يسوع بدل الجسد الميت ما تخليش الموت يقعد معك أكتر من ثلاثة أيام لأن الموت يسوع مات وقام في ثلاثة أيام الفترة الزمنية لموت أي عضو لموت أي شيء ما تكترش عن ثلاثة أيام لكن القيامة قوتها للأبدية حتى يأتي يسوع قل له يا رب أنا بسلمك الميت في حياتي وبحطه قدامك بحطه قدام السماء قدام الشاشة وبستلم قوة حياة من إقامة يسوع المقام من بين الأموات أمين 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 ألف سلام الأخوك يا بنت الرب وربنا يطمنا عليه في اسم المسيح ومعاين تصال من بنت الرب من كندا أهلا بيك سلام المسيح أختي ليليا المباركة والقس أليكس المبارك الله يبارك أهلا بيك أنا أعوز أشهد طلبة طفالات يوم الأحد خابرت قس أليكس علشان يصلي الإبني كان محتار إنه إذا يبقى بالشركة كان أجر قليل فقال أنا محتار أعوز زيادة ولكن الزيادة كانت بصعوبة ولقى عمل آخر لكن أنا معرفش الصالح فأنا الأحد خابرت قس أليكس صلى الإبني والرب استجاب يوم السنين الشركة قبلت بالزيادة وهو هو مرتاح للزيادة يعني كان عاوز يبقى بالشركة ما كانش عاوز إنه يغير عمله فقس أليكس يعني قس مبارك ربنا يحفظه ويباركه وكلتكم يعني مباركين آمين قولي لابنك ما يخافش قوله ما يخافش اللي بدأ العمل هو اللي هيثبته هو اللي هيأوي قوله ما يعني الرب بيدي له الوعد قولي له الوعد دول الرب بعته لك دول ثقه أنا هو لا تخافه توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد وقولي له كده الكل من الله هو اللي بدأ هو اللي هيكمل والثقة والإيمان دي هتدي له أشياء أفضل وأشياء أكدر آمين آمين وأنا فرحت كتير لأن الرب استجاب أنا أسفل لأن مريضة فلاونزة شديدة عندي شكرا لكن يعني بشكر أولا للرب وبشكر الرب أنه أرسل مثل حضراتكم مباركين صلونا والرب استجاب بسرعة يعني أحد صلى قش أليكس الثنين الرب استجاب مقدة للرب مقدة للرب تسئفة للرب استهلكم المقدة قش أليكس ممكن صلاة لأن يوجد زوج وزوجة من زوجين جديد الزوجة جدا ضغار على زوجها زوجة ملها؟ أنا وصلني عدة مكالمات اليوم الزوجة يعني بتغير على زوجها بتغير على زوجها بتغير على زوجها لدرجة الجنون يعني بترعبه في كل شيء بتشوفه كل شيء ما فيش سلام في العلاقات لأن الرب مش موجود بنت الرب أنا أصلي لك الأول لأجل الإنفروانزا والكولد والأجل أن الرب جلاشي الغيرة ويدي سلام يا رب بشكرك لأجل بنت الرب وبشكرك لأنك عظمت العمل يوم الحد كان يبيت البكاء لكن في الصباح الاثنين كنت تعطي بالترنم للإبن وإحنا بنقول لك فرحا مع الفرحين إحنا بنسقف معها بنسقف لإنجازاتك وبنسقف لأعمالك لأن يدعى اسمك عظيما مجيبا إله بتعطي كل عطية مشير أبا أبديا رئيس السلام هو ده اسمك اسمك العظيم اسمك المشير اسمك اللي بي معاه رب بنتغير من مجد إلى مجد انتهر رب أي إنفروانزا أي حمى عن بنت الرب بنضع رب الزوج والزوجة اللي بينهم غيرة وخصام واللي دايما بيبصوا البعض في كل حاجة إنك تعطيهم رب أن يسلم أفكارهم للرب ولمسيحه وتعطيهم رب أن يكونوا كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها هكذا فليحب كل رجل الامرات آمين آمين شكرا لك بنت الرب عشان رجعتي وديتي المجد الرب والشكر للرب الرب يبركك أكثر وأكثر وبنشكر الرب الذي يقود أنا في موكب النصرة كل حين معنا تليفون اتصال من الأخ كمال من الجبائر أهلا بحضرتك قالوا قالوا أهلا بحضرتك تفضل سلام المسيح سلام المسيح مع حضرتك أهلا بيك أنا عندي طلبة صلاة تفضل عندي مرتي عندي مشكلة معها طلبة صليا يصد القصة الأكس حاضر أخ كمال هل الرب سكن في حياتك يسوع وخدت الرب أنا مشكلة طيب طب بصك كمال أحسن علاج للمشاكل لتغرب الشمس على غيزكم أنكم في بداية اليوم أنا عندي مشكلة مارتيا عافوا نصوت واتي شوية مارتيا مش سامعة أنا عندي مشكلة زوجة هربت من الدارة زوجة هربت من الدارة طيب يا رب بنصلي أن الزوجة يا رب أنت توجدها وترجعها وتعطي نعمة لأخ كمال يا سيد الرب زي ما شفناك بترد مسلوب كتير تردها رب إذا تخطفت أو هربت من المكان تعطي نعمة يا سيد الرب وتبارك حياتهم وتبارك أحبائنا في الجزائر وهل عارف إيه هو سبب الهروب ولا لا هربت ليه أخ كمال أخ كمال أخ كمال أخ كمال تعرف سبب الهروب إيه لا هربت ما هيك لا ما كانش مشكلة هربت كان فيه مشاكل يعني فهربت من المشاكل ما كانش مشكلة هربت هربت من الدارة أنت عارف مكانها يعني تقدر ترجحها ولا صعب لا الرب يتنزل إليكم ويمد إيده معكم ويردكم بمحبة إلهية ومحبة سماوية أمين أمين شكرا لاتصالك يا أخ كمال وربني طمينك عليها وترجع بالسلامة ومعنا اتصال من الأخ أبو مهند أهلا بحضرتك صباح الخير صباح يسوع أهلا بك صباح المحبة للأختي ديا شكرا والقص أليس حنة أهلا بك أبوان سيدي القص آتي إليك وأنا أشعر بدوار دوار شديد شديد في رأسي ألف سلام لا أعرف لماذا بعد مرات لا أسمع بأحد أذاني وبعد مرات ما بسمع بالسنتين دوار شديد يعني لا أعلم أحس أحس كأمواج بحر تتطارع تتطارع داخل دماغي داخل رأسي وأحس بألم في الجال اليمين من رأسي أرجو رفعي بالصلاة لأنه أعتقد أن صلاتك مقبولة لدى لدى الرب يسوع المسيح طيب مهند عندك أي التهاب في ودانك في التهاب في الأذن عندك التهاب لا التهاب لا طيب بأبص خف الملح في الأكل على قد ما تقدر خف الملح في الأكل وأنا أصلي لك يا رب يا رب أصلي لك لمهند يا رب والأجل الدوار والفيرتجو والأشياء يا رب اللي يزام واجل بح باسم الرب يسوع تعطيه الآن يا رب الأزان الأنف والأذن والحنجرة أي خلل الآن يا سيد الرب يشفى أي تأثيرات يا رب على العصاب أو على المخ تبرع الآن وتعطي ليه نعمة لكي يا رب نورك النور وتعطي رب للطريق والحق والحياة شخص ربنا الكذل حقيقي يأخذ منه كل مرض وأعطيه راحة وسلام آمين آمين ألف السلامة لك يا أبو مهند ووسقين في الرب ويمدي إيده والآن لمسك وشفاك وتبقى كويس وصحيح معنا الأخت الشري من ألمانيا أهلا بيك أهلا أهلا بيك ربي برك الأسيس ويبارك الكرمة ويبارك الأخت اللي كنت تطلب الماما الإقامة بتاعتها هي خذتها كنت أنا صليت قبل كده كتير مع الأسيس آليكس هي خذتها دلوقتي لكن المحامي عمل غطأ آآ غلط آآ وهم بيضيقون دلوقتي آآ محددين ماما الإقامة الماما هنا تعد لمدة ثلاث سنين فأحنا عايزين نفكر الموضوع ده إنها تنزل مصر وتي وتروح زي ما هي عايزة آآ هما آآ عند عسا عملينها عند معانا آآ طلبة التانية لأخويا أشرف آآ مشاكل زوجية إن آآ الأولاد آآ يجونوا عشان في حكم آآ من المحكمة هيجي المفروض الأيام دي أو الأسابيع الجاية آآ ويدلوا سلام لأن يعني وطلبة صلاة لي أنا عايزة أشوف آآ 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 ومعجزات آآ يسو بيعملها في حياتي الأيام جاية آآ 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 أمين أختي الشري آآ آآ سلي معايا أختي الشري آآ 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 يا رب يا رب اكشف عن عيني آآ آآ اكشف عن عيني لكي أرى عجائب من شريعتك لكي أرى عجائب من شريعتك استقبل في قلبي استقبل في قلبي وفكري وفكري ولساني ولساني العلاقة والشركة العلاقة والشركة مع الكنز الحقيقي مع الكنز الحقيقي شخص ربنا يسوع شخص ربنا يسوع لأكون كاتبة لأكون كاتبة ومتعلمة ومتعلمة في ملكوت السماوات في ملكوت السماوات استقبل يا سيد الرب استقبل يا سيد الرب قوة من الأعالي قوة من الأعالي ومسحة روحك القدوس ومسحة روحك القدوس تصنع فيا تصنع فيا قوة آيات وعجائب قوة آيات وعجائب بحسب وعدك بحسب وعدك أن الآيات تتبع المؤمنين أن الآيات تتبع المؤمنين آمين يا رب أنا بشكرك لعجل أختي الشري يا رب بشكرك لعجل الاستجابة لعجل الأمة في الأوراق أعطيها نعمة رب أنها تقدر تدخل وتخرج من ألمانيا بلا معوقات ويجي القرار أنه اندخل بي أحد يدخل واخرج ويجد مرعة بلا مشاكل أسكر أخوة والمشاكل الزوجية والأبناء واعطي نعمة رب أنه فعلا الأولاد يتمتعوا بمحبة الأب والأم ويكون فيه رؤية ويكون فيه نعمة ولا يفقد الأولاد رب في هذه العلاقة لكن أنت فادي نفوس عبيدك آمين آمين شكرا لك يا أخت شري لأجل التصال كون رب يسمع ويستجيبه دائمنا ودي سيقاتنا عزيزي المشاهدين حنستكمل عندنا تلبات صلة كتيرة بالألاف وكمان جتنا في التليفونات وعلى السوشال ميديا حنطلع فاصل مع ترنيمة رائعة ونرجع لك تاني فكونوا معنا ترجمة نانسي قنقر 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 هذه التياري لست إلهي أبتبي سواك اجعل حياتي للأنام نوراً يصطعك الكوكبي في عناك يا شبع القلبي إليك أشدك مهللة حياة في رضاك ما أروع لقاء بك حيث طول المدى سأحيا في سماء فمرة ذهب الرب يسوع لبيت العاذر وكان أخواته الاثنين موجودين في بيته واحدة من إخوات العاذر كانت طول الوقت بتشتغل وتعبى نفسها عشان خاطر الضيوف والثانية كانت قاعدة عند قدمين يسوع فاللي بتشتغل قتلي يسوع وقالت له يا سيد أما يهمك أنا بشتغل وباتعب وأنا اللي عاملة كل المجودة وأختي قاعدة ما بتساعدنيش فقال لها مرثة أنت تهتمين لأمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح في قصة تانية ذهب الرب يسوع لسامعان وهو في الريسي عشان يتعش عنده ولما راح جاءت امرأة خاطئة وأعدت عند قدمي المسيح تبل القدمي بعد دموعها وتمسحه بشعرها وتحط طيب مناردين على رجلين يسوع وتمسحه فقال سامعان في نفسه لو كان هذا النبي لعلم من هذه المرأة بالطبع يا رب يسوع عارف إيه اللي بيدور في قلبي سامعان فقال له سامعان عايز أقولك حاجة كان المدين مديونان واحد بخمسمائة دينار واحد بخمسين والاتنين ما يقدروش يدفعه فجي السيد سامحهم فهو بيحب مين أكتر يا سامعان فقال له أعتقد يا سيدي اللي كان عنده دين أكتر قال له بالصهاب أجبت يا سامعان مريم أحبت أكتر عشان كده غفر لها أكتر مريم اختارت النصيب الصالح الكنز العظيم اللي حيفضل معها مش على الأرض زيك لكن حيفضل معها على الأرض وحتطلع تقابله فوق في السماء في الأبدية وهو ده النصيب الصالح موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العطاء اشتركوا في القناة 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 أنه فيه هيجيلك الناس كتير هقولك عليك شياطين وعليك أعمال وعليك أسحار لأنت عليك النعمة يا أختي أنا علم بمن أمن لما بيقول كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات بيخرج من كنزه جددا وعطقا كاتب أنا بكتب اختباراتي كل يوم اللي بتيجي دي بحاول على قدر الإمكان أعرف الرب عمل كم شفاء النهاردة وبكرة وسجلها ولما يجي الشيطان يهاجم بشك ولا يقول فيه الشيطان في الموضوع أطلع له برهان الروح والقوة فأنا مش عاوزك تقول الكلمة دي على حياتك تاني جايز تكون حرب من إبليس يا أسيس لا يا بتقول طلع الشياطين وحتى لو حرب فالمسيح في الحرب جرد رياساته أنا أدعو بالقوة أخت لدي أنا ما يهمنيش حروبه وما يهمنيش سلطانه اللذي فينا أعظم من ذلك العالم إن كان الله معنا فمن علينا فأنا مش عاوزك تجي بسيرة الشياطين دي تاني ولا سيرة أعمال ولا أصحاب تاني حاجة هل عندك الضغط والأنف والأذن والحنجرة كويسين ولا فيهم حاجة بدانك بتتعب لا كويسين ما فهمش حاجة لا 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 تالت نصيحة عاوزة دهالك خفف الملح على قد ما تقدري في الأكل لأنه زي إحنا كمصريين بطبعنا بنحب الأكل مالح ده بيعمل حاجة اسمها إديمة أو بيحاوش أنا بقول لك طبيب سابق يعني بيحاوش مية وراء الودان المية اللي وراء الودان دي الإديمة بتعمل دوخة شديدة وفيه برضو علىك كويس في مصر اسمه بيتا سيرك أنت أليرجي أنا بخده بخده بيتا سيرك 24 كويس صلي معي الآن بثقة وإيمان أنه لا شيء من الدينونة عليك قولي له أؤمن يا رب يسوع أؤمن يا رب يسوع من كل قلبي من كل قلبي أنك حررتني أنك حررتني وطرحت الشيطان وطرحت الشيطان تحت الأقدام تحت الأقدام جردت الرياسات معا جردت الرياسات جردت يعني طيب جردت الرياسات والسلاطين طرحتهم خارجا أمين أؤمن بشفاءك أؤمن بعملك عاوزك دايما تربطي الشفاء وتربطي عمل بعمل الرب مش بعملك أنت الواحد لو دور جواه على الخطيئة وعلى الشر وعلى الشيطان ممكن يلاقي حاجات كتيرة لكن قولي ما نسى أشتاك على مختار الله الله برقني وحررني وفكني أعلني حريتك أعلني شفائك أعلني تطهيرك وإنت الحياة تكون مختلفة أمين أمين ألف سلامي لك يا أخت جهان والإنجيل بيقول وهم غلبوا بدم القروف وبكلمة شهادة ومزام الأسيس قالك كراري كلمة البركة وكلمة الشفاء كل ده هيروح في اسم المسيح أسيس أليكس إحنا عندنا تلبط صلاة كتير جدا جات لنا في الفيسبوك بتاع قناة الكرمة وكمان عندنا التليفونات كمان جات لنا تلبط صلاة من خلالها ماشي فحلو نحن بكون نبتدي نبدأ بالكونترول روم أو ميلو تفضل من التليفونات تفضل أول طلب تصلى لأجل أليكس حاجة كوية نصليله أمين شاب في فلوريدا سلامتك عمل حدثة بالموتسيكل وحدث لي شلال نصفي 28 سنة وعرسته محطمة وخطبته نفسيا جدا يا رب احنا بنصلي يا رب لأجل الشاب أليكس في فلوريدا أنك تقيم يا سيد الرب وترجع لعرسته وخطبته وتعالج النفسيا المحطمة وتعطي لي حياة وحياة أفضل صلى لأجل الطفل جوني 12 سنة عنده الخسيطين مش في المكان الطبيعي الخسية المعلقة الرب تمجد عمل عملية وتمت بنجاح شكرا للرب ما تخفيش أختي مع السن ممكن بتنزل خسية المعلقة والرب يتمجد معاه ويلمس الخسيتين بقوة سماوية لأجل شاب حمل وهي كانت بتاخد أدوية قبل معرفتها بالحمل وخايفة جدا يكون تشوهات في الجنين يا رب بارك هذه الشابة وبإسم يسوع بنطمع يا سيد وبنسق في جنين طبيعي غير متأثر بأي أدوية أخدتها صلى لأجل مايكل 29 سنة عريس جديد والأطباء شكين أنه عنده كنسر في الرئتين يا رب بإسمي يسوع زي ما أريتنا الأخت في كندا اللي شهدت بشفاء سرطان بدون عملية أو كيماوي أو رادييشا نسق يا سيد الرب أنك تأتي عبر الهواء الآن ليس لنا لكن بنقول لأجل إسمك القدوس أعطي المجد والقدرة والكرمة أنت صاحب السلطان دفع ليك كل سلطان في السماء على الأرض تتهر من سرطانات الرئة سرطانات المخ الكبد الأنف الأزن والحجرة الغدد كل السرطانات مشفية في اسم يسوع أخت عندها مقابلة في الصفارة اليوم تذهب وتحضر حفل زفاف ابنتها في أمريكا والقابلة دي مقابلة بعد بكرة لنفس السبب سهل يا رب هذه المقابلات وافتح الباب أنهم يقدروا يحضروا فرح بنتهم في أمريكا صلى لأجل الشخص تجرى له جراحه في زوره لعمل فتحة للكلام لأن الفتحة الأولى انسدت بسبب غيبوبة يا رب نصل يا سيد الرب أن هذا الشخص يقدر يتنفس بصورة طبيعية من الأنف وأنه لا يحتاج لفتحة ولكن يحتاج يا رب إلى لمسة شفاء وتطهير وتعطي يا سيد الرب أن يعود للتنفس لطبيعاته صلى لأجل شاب في مصر 29 سنة خطف بالأمس ومطلوب فدية 409 490 ألف جنيه من الأسرة يا رب ارحم هذا الشاب اوجد مكانه ازعج المختطفين ليرد الشاب إلى مكانه وإلى أسرته بدون دفع هذا الفيديو حوالي نصف مليون جنيه بسمة 28 سنة صال لأجل شفاء الركب ابن الرب الرب ينقذك من الأزمة المادية وتعدي على خير ويفتح الأبواب ونصيحة مني أفضل علاج للأزمات المادية هو العطاء لما بيقول هاتوا العشور إلى الخزنة واجربوني أن كنت لأفتح كوى السماء كنت بتقابل مع حد كده الأسبوع الماضي ففي الكنيسة بيقول لها بسبب الظروف اللي أنت بتعدي بها ولأن دخلك قليل ما تدفعيش لعشور ولا تقدم على حاجة لكن ده بيقفل السماء الرب يعني اللي خد قبل الفلسين من الأرملة الأرملة كانت أرملة وكان عندها احتياج لكن الرب قال إنها أعطت أكثر من هؤلاء فالرب اللي قبل من الأرملة مهما كانت الظروف صعبة وبنقدم فيها للرب الرب بيفتح قوة السماء شوشي سيدة مسنة عملت عملية في الركب يا رب بنسلك لكل المسنين والأجل يا رب كل شخص في العجائز كلهم تشفيه ومتجدد يا رب كالناس وشبابهم صلاة لمريم العائدة من العراق مخاوف شديدة ومرعبة بسبب ما رأته وما تعرضت له يا رب إحنا بنيجي أمامك يا رب ونضع أهل العراق وسوريا وننتهر الحروب في العراق وفي سوريا وطاعة نعمة وتلاشي كل أسباب الخوف أمين في اسم المسيح إحنا معنا التصال من الأخ ميجن من فرنسا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك ومع المحاضر الأسيس أهلا بيك أهلا بحضرتك معلش ما تبدي أهلا بيك إزاي بس تفضل ما عليش أنا أهلا لكن تصدقني أسيس أريكس أنا كان نفسي حالتك تصلي أهلا بحضرتك والأني ما زلت مجهد لدرجة جد الناس من الشارع يسعدوني وبدأوا يسرقوا البيت كله مش عارف أعمل إيه مش قادرة أفحب على رجلية أمشي والحكومة مش متقبلة دقيقة خالص حرك عندك إيه يا أخميج تشتكي من إيه إيه الوجع اللي عندها حضرتك مش قادر يمش على رجلية بعد أنا أساسا كان عندي سياتك ومجهودي قال خالص عرق النساء ومش نقطة وبعدين بعد ما فتحوا لي الشرعين حاس يعني مش قادر أقاوم وباخد من نفسي حضرتك كل شي سوست تشغل كل ما فيش الشيء بقصادي كويس مش قادر حتى أخذ حاجة لضغري لأن بأخذ مددات سيولة وبعدين كل يوم ومتعني مش بتحسن يعني مش عارف أعمل إيه بشوق حتى في نفسي بتبدأ يومك مع الرب أخ ماجد بتأخذ فرصة مع الرب بتبدأ يومك براية كلمة الله والصلاة وطلب شخص وطلب واجهه أكيد من فتة الصدر أول ما بقول لأولي يا رب أنا بذكرك اديتني عمري دي وديتني حياتي دي وابتدي أفتح الكتاب أقرأ ودايما 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 ما شغول بقول يا رب أنا فعل انبصار معي وقول أنا رب ما عملتش حاجة دي أبي بص حبيبي أنا معي ما تربطش القوة بأعمالك لو ربطنا قوة الله انه ادهالنا علشان احنا ما عملناش حاجة تدايق ربنا مش هو ده طريق الاستجابة طريق الاستجابة انه الله صلحنا لنفسه في المسيح غير حاسب لنا خطيانا وبالنعمة انتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم أنا لو هربط قوة الله واستحقاء لنعمة الله مش اخد حاجة لكن لو هربط الاستحقاء ده باللي عملوا المسيح لأجلي والتمن اللي دفعوا لأجلي هاخد ليه لانه هو الكل في الكل هو الالف والياه هو البداية والنهاية هو اللي أبدأ بيه وانتهي بيه انما أنا زي ما قلنا الإناء الخزفي الإناء الخزفي ده من أول خبط على الأرض بيروح خالص فأنا مش عاوزك تربط أعمالك ببركتك لكن بعمل المسيح يا رب احنا بنصلك لأخ ماجد من ديادك إلى صحته يا رب حرره من أي بر ذاتي من أي أعمال شخصية اجعله يطلبك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته ويتخلص من المشاعر يا رب اللي بتقوله وأنا عملت إيه علشان أستهل كده لأن وجرة الخطية الوحدة هي موت لما هبت الله فهي حياة أبدية لا بأعمال إحنا مش بنتمر يا رب بأعمالنا لكن بالإيمان يا رب نقهر ممالك بالإيمان ننجو من أفواه الإسود قوي احفظ لي بيته ورد لي صحته وشفيه بنصاتك واعطيها رب أن يعتمد بالكامل على النعمة لا على عمل شخصي أمين أمين فإسم المسيح ألف سلام عليك يا أخ ماجد ورب يتمجد فيك وفي صحتك ونسمع أخبار رائعة في إسم المسيح حل معنا الأخت نهال من لندن أهلا بحضرتك أهلا بيك يا أختي ليديا وأهلا محمد الأسيس ربنا يبرككم طبعا يا أختي الأسيس بصال لحضرتك دايما أنه دايما تربح نفوس ويكونوا بيعرفوا الرب عن طريق سماع كلمة الرب أولا وعن طريق المعارضات ثانيا شكرا بالنسبة لحضرتك دلوقتي قلت للأخ المستاصل قلت أنه ما فيش حاجة نقدر ناخدها على حساب استحققنا لكن دي بالنعمة وعنوان الحلق النهاردة بيقول أنه لنا الكند في أواني خزافية فأنا عارفة أنه الكند ده هو الروح القدس وعارفة كمان أنه فيه متاهدين من الكرمة من الأجيان مختلفة مش بس المسيحية فهل أي حد ليه حق الامتلاك للكند ده ولا الروح القدس الكند ده قاصر على نوعية معينة من الناس وربنا يبرك سؤال هام فضل هو فعلا الكند ده قاصر على نوعية معينة من الناس زي ما أرينا في كرونسوس التانية أربعة على الناس المكتائبة الناس المحتارة الناس الحزينة الناس المضطهدة يعني ما فيش حد يا أزيز مش كل الحاجات اللي حاجات بتقولها دي ده كل الناس ولا بقولك يعني لو حبيدها بخطت كاز ده في نوعية فهو مش لنوعية جيدة يعني هو النوعية لما أغزي سمحوني في التعبير نقصة في كل شيء يعني التعابة زي ما الإنجيل قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وصقي للأحمال وأنا وريحكم ده حيا ففعلا والرب بيوجه الدعوة الكنزية ديا مش اللي بيصال لأربعة وشرين ساعة ولا اللي بيصوم ولا اللي بيطلبه لكن بيوجه مالة الفضل للأخت دي للمتعبين للمعوزين للمحتاجين للمتهدين للمتركين لليائسين فدي النوعيات دي اللي الرب بيسكن فيها بالكنز وهكرر تاني حالك قلت كلمة مش عايزة لا أنا أنساها ولا المشاهدين ينسوا ما ببصش على عملك بص على العمل المسيح الكفاري العود الصليب هو ده اللي فيه كل الكفاية مش معنى كده أنا أعيش حياتي برحتي ولا المزيجي بالعكس خلص يكون كنز في حياتي جوه قلبي بيغير حياتي وحياتي بتبقى مختلفة وأعمالي بتبقى مختلفة حضرتك أخت ليديا لما تكلمنا عن يوسف هل أخوة يوسف اللي اضطهدوه وكانوا عايزين يقتلوه ورموه في البير كانوا يمتلكوا أي مؤهلات شخصية عشان يسكنوا أرض جسان وياخدوا مركبات جديدة وياخدوا عجلات جديدة زي ما يقولون عربات مرسيدس وبيئم دابلي وحاجات كده جديدة هل كان فيهم أي مؤهلات تخلي يوسف يقول لك أيوة أنت الحقيقة عملتوا كفاية معايا أنا لازم أكافئك على اللي عملته كان بيكافئهم على على الغادر على الخيانة على رغبتهم في قتله شاف أبوي عقوب اللي هو حط يده على عقوب الأب اللي عمي من كتر البكة عليه وحطوا لهم كنوس في عدالهم حضرتك في رأيك كان فيه حاجة إيجابية تؤهلهم أنهم بيأخذوا كل الامتيازات دي بالعكس خالص كانوا يستغلوا أكثر يعني حاجات توحشة جدا يعني بالبضل يستغلوا أطعر رأبيهم لو حسبناها بالمنطق الإدساني وواحد زي ده في مكان السلطة ده أكتر من كده بكى عليهم زي ما المسيح كده بطريقة أحشاء وبأن مش بس بكى بوكى الندم لكن بكى عشان يهيئ ديهم أنا زيب ليعد لكم مكانا وحتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا فجابهم لعز وجابهم لخير مش بمؤهلاتهم ولا باستحاعتهم لكن بمؤهلات واستحاعتهم جات لي طلبة صلاة هما اتنين مش واحدة بس في واحدة زوجها بتشتكي أنه زوجها اكتشفت أنه هو بيخنها مش مع واحدة بس مع كتير ودي حاجة الحاجة التانية هي متألمة جدا طبعا دي حاجة التانية أنه بنتها عرفت أنه بابها بيخن مامتها فمكتائبة جدا ومش عايزة تقابل حد وقعدة في قدتها وقفلة أنا بنصح أنه وعدتنا هتقابل أسيس الكنيسة كاهن الكنيسة الراعي وتفتح عالبها ما تعيشش يا أختي ألامك لوحدك لأنه الرب أعطى رجال الله حكمة وفهم لما كتاب يقول لما بيخطئ إليك أخوك بتاخد واحده بتروح ما سمعش منك بتاخد اتكلمت مرة واثنين وثلاثة روح قول للك كنيسة وقللي تقوله كنيسة إحنا راضيين به ليه يعني إحنا اتعلمنا في البيئة الشرقية لا أداري على مشاكلي أداري لغاية لما موت يعني أداري لغاية لما انفجر بينما الرب بيقولك لما يخطئ إليك أخوك ما تسكتش خد واحد وروح ما نفعش أول مرة ما نفعش تاني مرة ما نفعش التالت قولي الكنيسة خلي الكنيسة تعرف الوضع ما سمعش لا من ده ولا من ده ولا من ده خلاص يكون كالوسني والعشاء فإحنا مش مدعوين نكتب مشاكلنا ولا أحزننا خصوصا الزوجية منها لكن ليحكم به ربنا وبعدين يعني مرة الأخت نهاية كانت بتسأل في حلقة بتقول الله يكره الطلاق ده المكتوب فيقيل لكن الرب بيدي تحذير للرجل بقوله لا تخضر بامرات صاحبك ما تأزهاش ولا تخنها وما تعملش وما تعملش ليه؟ أنك ما توصلهاش للدرجة أنها تكرهك لدرجة الطلاق فالمسؤولية علينا إحنا كرجال الرجل هو اللي بيحفظ بيت لكن لو مرأة ضعيفة زي كده الرب قبل ما بيحذر من الطلاق بيحذر من الترق والهجر بيحذر الرجل أنه لا يسيق معاملة المرأة بالعكس يحبها يا رجال أحب ونساء وبعين بيقولهم أنتوا بتسكتوا على كده بتقولوا على الصالح بار والشر بتقولوا عليه خير لا أختي ما تسكتيش شارك لسه حد كبير ثاني ثالث مسمع الشارك الكنيسة واللي تقولك عليك الكنيسة عملي طب نحب نصلي لها حد الأسيس وكمان في صالة تانية كمان الأخ جوزيف في سويسرا عمره 18 سنة وقع بين الترين والرصيف بين القطر ورصيف حالة خطرة في العناية المركزة 18 سنة يا رب نصلي لكل البيوت يا رب المدمرة في العلاقة الزوجية والخيانة والأزواج اللي على الإنترنت والعشيشة والدخان والمعقدرات يا سيد الرب انت علمتنا يا رب ان احنا الشهادة تقوم على فم اثنين او ثلاثة اعطيها يا رب نعمة حتى لا تكتم هذه الأمور لأنه من يكتم خطأ لا ينجح ما تسمحيش يا أختي للهم يقتلك وما تسمحيش للحزن علشان انت عاوزة تداري وتداري تموت نفسيتك وتحبطي وتفشلي اتبع الأسليب الكتابية والقانونية والرب يتنازل إليك يغير ان ما غيرش قلب الزوج قولي للكنيسة قولي اللي حواليك لغاية لما الرب يحكم في أمرك وفي أضيتك لأن الرجل هو رأس المسيح رأس الرجل والرجل رأس المر اسكر رب الأخ جوزيف احنا بنصلي لأجله فالحدثة يا رب اللي حصلت بسبب القطر والرصيف اذهب إليه بزيارة خاصة في الأنها المركزة وانتهر يا سيد الرب أي قصور اجبر كسره واعلن ذاتك في شفاء وتطهيله أمين في اسم المسيح استكمل حلق الأسيس نعم بنت الملك واعت الواعة سببت ألام شديدة في الرأبة والزراع اليمين ثقيل وبيتحرك بسروق يا رب احنا بنصلي لأجل كل الألام لأجل كل الكسور لأجل كل الشروخ أنت برأ يا رب بصلي لأجل شفاء شعبك من الرأس إلى أخمص القدم بنصلي لأخصدق في نجفل هو منتظر أمام الشاشة ولأجل حل مشاكل مع شريك في العمل من نجفل بنرفع صلى لأجلك أخونا صدقي وبنصدق أن الرب يلمس المشاكل ما تعلقش أمال كثيرة على الشريك دوا لأنه أحيانا الأمور ما بتشتغلش كده لكن آمن بالرب اللي ممكن يفتح قدامك باب جديد ويكون الرب هو شريكه شريك ليك بنفسك ناس كثيرة خسرت مع شركة والشركاء كانوا عنافاء وكانوا قصاء لكن بثقاتهم في الرب بدأوا من نفسهم وباستثمرهم في نفسهم وفي أخذ الرب شريك معهم الرب عوض لهم الأضعاف ما تعولش كتير على الأمر ده أو تنتظر كتير فيه الأخت ناردين بتطلب صلاة من أجل مجموعة كبيرة من خدام الرب والشيخ والرعاة في كنيسة أسر الدبارة يوم الجمعة ويوم الأحد يوم الاثنين ومجموعة كبيرة من فريق أسر الدبارة الرب يبارك الخدمة ويعطي نعمة ويستخدم الكنيسة لمجد أمت الرب عاوز فرح داخلي ودخول لعمق جديد مع السيد نحن قلنا الكاتب المتعلم في ملكوت السموات بيكتب وبيتعلم من السماء اللي عاوز فرح السماء يطلب السماء اللي عاوز يطلب السماء أولا وملكوت الله وبره كل شيء يزاد له وفي المسيح يسوك بنصلي لك بنت الرب الابن شادي عنده محكمة يوم تمانية الرب يتنازل إليه ويعلن ذاته وفادي بصب البنكرياتي الكنسر الرب يشفي السرطان البنكرياس ويلمس حياتك بيبي جال في العراق هاسكولوجد انتستن عندها انسداد معاوي يا رب بنصلي لكل الأطفال المرضى أن تشفي الانسدادات وتشفي يا رب أي أمراض في الجهاز الهضمي مريم الرب يشفي سرطان الرحم جميل الرب يشفي فيروس سي جميل الرب يشفي من المخدرات أشرف الرب يشفي من المخدرات أمين إحنا عندنا اتصال بنت الرب من كندا أهلا بيكي أهلا بحضريتك تفضلي مساء الخير يا أختري مساء نور أهلا بيك نشكر الرب الحمد لله إزاي حضريتك نشكر الله أنت حافظا نزلنا ونصليش الحكاية داعي المدرس لكن بقى النهاردة أرجم بسعلا عايزة الرب تتفو معايا فالتلبس أن الرب يشفي أنا عرفيك يا دكتورة أهلا بيك يا دكتور طيب مش هقولي الاسم بس هقولي الدكتورة طيب ما قلتش حاجة تفضلي حضريتك اتفضلي حضريتك أهلا بيك عايزة الرب يبعطي المشتري للبيزنس تاعي عشان أرتاح من حياتك أمين أمين في اسم المسلم أمين يا دكتور أمين على شكرا دكتورة متورعة على طول في قناة الكرم ما فيش مرة احنا منقول على الهواء نحنا محتاجين غير ما بتتبرع رب يباركها ويبارك عليتها الجميلة المباركة بنشكرك يا رب لك للدكتورة بتزرع بالإيمان بنشكرك يا رب أنها بتزرع بالابتهاج وبتزرع بتكرم الذين يكرمونك يا رب بنصلي لأجل المعطي بسرور يحب الرب أنت قادر يا سيد الرب ونسق أنك تفتح الباب وتتمجد في البزنس وتمدي يدك يا رب في البيع وتعطي يا رب لكل مشترك وكل شخص يضع قلب نحو هذا العلم العمل لا يكون إلا فرحا ومبتهجا لأن وعدك يا سيد الرب أننا حينما نأتي بجميع العشور إلى الخزنة أنك تفتح كوى السماء وتبارك بحسب غناك في المجد وتمتر وتعطي نعمة فوق نعم آمين في اسم المسيح مصدقين في الرب أنه الرب يبعث مشتري بحسب قلبه في وقته حسب ما شئته في اسم المسيح تتستي وتقول لنا يا دكتورة أنه الرب سمع واستجاب آمين نستكمل عندنا تلبصلة كتير يا حضر السيس ناخد شوية نتواجد التيفي عشان يبقى عزي حضرتك إحنا كمان دلوقتي بنعمل بس مباشر على صفحة صفحة رسمية لقناة الكرمة في الفيسبوك وجات لنا تلبصلة كتير الأخ من متحط بيقول صلاة لأجل ابني دانيال في الانتحانات الأخت هالة بتقول صلاة لأبني فادي ربي أتي بي من الكرة البعيدة الأخ متحط بيقول ابن أختي عشان الأوراق في السفارة الأمريكية بذيني صلي لأجلهم أمين بنبارك يا رب أخونا متحط بنيمين بنصلي يا رب لأجل نجاح دانيال في امتحاناته ولأجل أخته يا رب تعدي جميع الامتحانات في السفارة وتيجي بنصلي يا رب لأجل كل نفس بتطلبك بنتحد أمامك وجوزيف إنك تتنازل يا رب إلى الجميع وتجري بركة ونعم عليهم آمين آمين في اسم المسيح صلى لأجل أن يتمجد الرب ده من التلفزيون سنة أحداد رب يتمجد في حياتنا وسلام في العالم إعلان قوة الروح القدس والبلكوت في حياة كل شخص وصلى من أجل زوجي من أجل مشكلة في العمل ورب يعمل وصار لنا سديين وتصلي في هذا الشأ كل شيء تعمل الخير للذين يحبون الرب وشفاء من ألام الركب وارتفاع السكر والأعصاب وناثق يا سيد الرب إنك تمد يدك في حياة أختنا سنة وفي حياة الزوج وتبركهم وتهدئ الحروب تنتهر الحروب في سوريا في العراق تعطي سلام في مصر ترد المخطوفين وتمد يدك ببرك على العالم أجمع نسرين محتاجة لصالة لشفاء الزوج الراقد في المستشفى مدة شهر ونص وتحت العلاج يا رب بنصلي لأجل كل الأحباء في المستشفى أنتزب إليهم بزيارات بالروح القدس وتصنع معهم يا رب بحسب غناك في المجد ولا تتركهم ولا تهملهم لكن عينك تكون عليهم ف إما آي اس اي سلام المسيح أطلب صلاة لزوجي ثائر يعاني منذ خمس سنوات من تليف في صدر مجهول السبب رجعنا الأطباء ويقولوا لا شفاء إحنا أملنا في الرب عاوز أشجعك أختي كان عندنا حد نفس الطريقة ديا وكان عنده التليف دوا في الرئة في الرئتين الاتنين وما كانوش بيشتغلوا وفعلا الدكاترة قالوا ما فيش أمل في الحالة دي بس الرب خلق له رئتين جداد وابني أنجلو معيد في السنوية العامة نفسيته تعبانة نظرا لما يعاني والده وبعد شهر ونصف بتحانات نهائية يا رب نصال لك لشفاء الزوج لأجل أنك تتكلم إلى الابن بحياة وبحياة أفضل وتعطيه النجاح مارو كوكا نصال لك لكل واحدة ترملت وعيشة بدور الأب والأم أن ربنا يقويهم ويعطيهم سلام وكل إنسان يزارع جوا الخوف وحابس نفسه في هروب من الواقع أن يتم المسيح معنا ومن أجل السلام بيوتنا وأولادنا أمين أمين في اسم مسيحنا جاي لنا كمان تلبط صلاة في الفيسبوك كمان أخت اسمها فينا بتقول صلاة من أجل الشفاء بابا مجدي عبدالله من فشل كلوي وتدخم في بروستاتا وفتاء وللأسف سنه 73 ومش عايز يعمل عمليات ولا يغسل والحالة بتتدخور صلولنا ربنا يمد إيده بالخير صلل أجل بابا الأخت فينا وأيضا اتفضل حل في ايه تاني في كتير يا سيس أخت طالبة بتقول ابني إبراهيم مريض بسرطان الدماغ والنخاع الشوكي وصلاة لعلنية عائلتي ابنها إبراهيم عنده سرطان في الدماغ والنخاع الشوكي كمان أخت نيفين بتقول صلوا من أجل ابني بشوي في السنوية العامة السنة دي وهو خايف قوي وصلوا من أجل أخوه بيتر ومتحت ونيفين أيضا الصلاة الأخي سحاء بيقول صلاة من أجل أن أنهض روحيا ويساعد الرب هو يفتح والأحد يغلق نسق في قدراته وصلاتكم كمان في أخت بعتها بتقول الصلاة من أجل السلام في دولتنا الحبيبة جنوب السودان وكمان ناس كتير طلبة صلاة من أجل سوريا سوريا المتألمة سوريا المجروحة بنصالي لأجل أخواتنا اللي في سوريا رب يحميهم رب يسايق حواليهم رب يمنع الحروب في اسم المسيح ويصحق إبليس تحت أرجلهم سريعا تفضل يا رب منرفع والد الأختفين يا رب في الفشل الكلوي تخلق كلا جديدة أنت عارف سنه وعارف يا رب أنه هو 73 سنة قادر رب أن تتنازل إليه وتحميه وترسل إليه يا رب نعمة شفاء وتطهير للكلا من كل مرض إبراهيم وسرطان الدماغ يا رب إلمس كل أنواع السرطانات كل اللي بيشاهدون على الشاشة يا رب ولديهم أي مرض الآن يا رب ورم خبيس ورم حبيد يبرع بقوة الدم وعمل الصليب امتحنات السنوية يا رب وكل أنواع الامتحنات بنضعها بين إيديك واسقين في إله السماء في إله كل عطية أن يبارك جميع الطلاب وبيتر ونفين واخنا متحط لأجل نهضة وتزديد كل ديون البيت في اسمه الرب يسوع اتنازل إليه نمجد ذاتك فيه يا رب الحروب التي في جنوب السودان وسوريا نقول سوديا يسوع بسلامك سوديا يسوع بمحبتك بدل ما أمريكا وأوروبا تحارب في الدول لكن تبعث أناجيل وتبعث مرسلين وتبعث خدام وسوريا رب اللي جات ليك من القرن الأول المسيحي ترجع رب وتطلب الرب يسوع وتكون أنت سندها وتنقيها وتنظفها من كل إرهاب في اسم يسوع في اسم المسيح أمين أمين في طلبة الصلاة رب العجل الأرامل كل سنجل ومن وكل سنجل داد يا رب كل أب وحيد وكل امرأة وحيدة تعيش بمفردها يا رب بدت كل مشاعر الوحدة واعطي لك كل يا رب أن يراك من الأمام والخلف من اليمين واليسار تكون أنت عونا في الضيقات وجدة شديدة عندهم أمين الصلاة لأجل كل من محتاج لشفاء الرب يتمجد أمين يعطيهم الرب والرب يلمس الكل في رضا ويعطي نعمة الأبناء يكمل درستهم واللي محتاج لارتباط يفتح الرب الباب سلينا نونة بتصلي أنا عاوز كل واحد يعني يقول أرجو الصلاة من أجل ضعفي أنا الخطية وأنا لا أستحق لأني كل خطايا في حبيبي عاوز أقول لكم في لغتين ممكن تقول لغة آدم الأول على حياتك فآدم دخل الموت ودخل الخطية إلى الجميع إذا الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجدى الله ليس من يفعل صلاح ليس ولا وحد في ناس طول العمر أخت لدي من أول ما يبدأ حياته خاطر غاية لما يموت خاطر دي حضرتك إيه لغة آدم الأول آدم الأخير اللي صار لنا من الله بر وقداس وفداء ممكن أدعى على نفسي بدل ما أدعى على نفسي بالخطية وأدعى على نفسي بآدم الأول مش هقول هقول اللي على التلفزيون مش هقول عن نفسي قول عن نفسك إنك أنت بار قول عن نفسك إنك أنت قديس قول عن نفسك إن أنت صرت حكمة الله إنك أنت بار مش بسبب أعمالك لأن حتى لو عملنا بيقول لك لما توصل وتعمل كل أعمال البر وتقول له هيا رضيت علي هقول لك عبيد بطلين أما لو إمتى هتتبرر وإمتى هتتقدس وإمتى هتعلن مجد اسم عمل يسوع لما هقعد أردت على نفسي كل الكلام دو الخاطئ لا أستحق كل على فكرة الكلام ده بيثبت الخطية بيثبت الضعف أنا الضعيف أنا الزليل أنا كل الصفات الصعبة دي ولسه بيحتاجت للرب إله طيب ما يسوع جاء جماعة ويسوع خلص وهلقدم نفسه مرة واحدة على الصليب عشان ما عودش أكرر الاسطوان الخاطئ الضعيف الزليل وأعتقد أن كل ما أقول كلام سلب هيقبلني أكتر لا مش هيقبلك أنت يما تحط على نفسك وتدع على نفسك بلغة آدم الأول اللي فيه دخل الموت إلى الجميع واللي فيه دخلت الخطية والضعف كل دي لغة آدم الأول يما تقول على نفسك آدم الأخير أنا بار لأنه هو بار أنا قديس لأنه بهذه المشياء نحن مقدسين بتقديم ده أمر جوهر يا جماعة خصوصا في البيعاء الشرقية عندنا بنعتقد أنه الأكثر قداسة اللي يقول عن نفسه أنه هو خاطئ ضعيف وزليل أكتر أو لو هو خاطئ يقول له رب سمحني يجي يقول له اللهم أرحمني أنا الخاطئ وخلاص وتخلص الموضوع بالذبت لو أي حد عنده خطية وكي يرميها رميها على الرب ورب شال خطأينا ويمشي بقى ما يقولش أنا خاطئ برضو لسه لا خلاص أنا بقيت بر المسيح ما هي بتقول كده بتقول إيه أنا لا أستحق لأن كل خطايا لكي يعيش حياة التوبة نعم بالذبت من طول ما هعد الواحد هيدعو على نفسه بالخطية عمره ما هيوصل لقدسة المسيح لأن الناس فكر أنها لما بتدي على نفسها الدعوات السلبية ده معناه التواضع وده التواضع الكدام اللي خليها إيه ربنا أقول له طيب هابلك عشان تضعيف وزليل وخاطي وي 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 وعمره ما يقول عن نفسه كلمة عدلة خالص لا بالعكس أنا بشوف نفسي في عندنا المسيح بارو قديس بدم أنا رميت قطيتي عن المسيح الموضوع انتهى خلاص وأخذ بر المسيح وعيش به شفاء سميرة سمعان من مرض السرطان والرب يرزق محل آدم كرولوس والحال يمشي وشفاء ألم رجلين سوزان ونجاح مدنة تنيوس وجمانة وشفاء ماما سميرة من الحساسية أمين يا رب نعلن شفاءك وتطهيرك على كل هذه الأجسات نرجع شوية للطلبات اللي جت من كنترول روم عشان نبقى إيه؟ نحاول نبقى فير في الطلبات ريتا الرب تطلب الرب يعطي زرع بشر الرب يعطيك سؤل قلبك صبحي الرب يحل مشاكلك كلية شفاء وقوة لإيفا بنت الرب أخوتها يعرفوا الرب والرب يبركهم ويديهم طلط العمر أمين معرفة الرب كنزهم اللي عارفين والكنز الحقيقي اللي احنا بنتكلم عنه في الكتاب والتعلم في ملكوت السماوات في محضر الله فيه اتنين باسم طلبوا صلاة النهاردة صلي الأجل باسم الرب يشفي الألام الجسدية والرب يعطيه كل النتائج سليمة لكن الدكاترة مش قادرة توصل فين البرد لكن بنعلن يا رب نهاية لكل حاجة عن نون الأشياء الغير معروفة وكل شيء معروفة ظاهر أمامك يا رب تظهر الأمراض والضعفات وبدم يسوع وبجروح الصليب يتطهر الكل باسم عنده سرطان أيضا بنصلي لأجله نادية الرب يسعدها في المشكلة وظروفها الصعبة هنا الرب يشفي ألام الحلق والأذن ماري وجويس الرب يعطيكوا بركة وسلام وترتيب في الارتباط بيت الرب بنصلي لأجليسة صحبتها الرب يديها زرع بشر وميرفة ومونة الرب يشفي من السرطانات وشفة الروح والجسد والتحرير من الشرب من أجل باسم بنت الرب تصلي لأجل بنات بنتها الأحفاد يرجعوا إلى أمهم إيمان من صلي لأولاد ياخدوا الفيز لأمريكا وكنيسة سان متردة بنرفعها في اسم يسوع بنت يسوع الرب يفتح قدامك الأبواب وقدام البنتين اللي عندك ويفتح قدامهم باب الارتباط تؤفس فولمان الرب يعطيهم إنسان بحسب قلب الله بنت يسوع الرب يبارك الإبن في بيته هو وعائلته ويسعدهم في العمل أمين يا رب افتح حتى الأبواب باركهم البركة العائلية والبركة في العمل والبركة الزمنية بنت الرب الرب يحميهم في العمل ويكملوا العمل أمين أم إيه إنها تقدر تاخد الرأي الصح أو القرار الصحيح يا رب بنصال لأجل كل المزمعين أن يأخذوا قرارات أرسل روح الحكمة والفهم والإرشاد إليهم الآن أمين عندي طلبة صالحة الأسيس أخت بتقول بنتها فكت الخطبة النهاردة كانت مخطوبة وفكت النهاردة نفسية توحشة جدا الرجاء الصالحة من أجلها وأخت تانية اسمها ليزا بتقول تمنى الصلاحة للشفاء من بكتيريا مزمنة ربي مدي إيده أخ كمان بيقول أشكركم أنا كتبت طلبة الصلاحة وبعد وقت كان فيه ناس ظلماني بيعتذروا اتصلوا بيه واعتذروا عن ما صدر منهم شكرا لكم رب دي استجابة صلاحة بتقولنا بشكركم لأجل كده كمان عندنا بنت الملك عملت عمليات اللي ظهرها والألم مستمر ومش قادرة تشتغل طبعا وعندها موقوفة عن العمل وكمان الأخت أم وليد كمان عايزة طلبة صلاحة لأجل شفاقها آخر طلبة الأخ وحيد بيقول شفاق زوجتي لزوجتي من ألام العمود الفقري ومن أجل شفاقي أنا أيضا من مرض انسداد القنوات العصبية وصلاحة من أجل ابني أن يحفظوا المسيح في دخوله وخروجه أنا بس عاوز أقول للأخت اللي خطوبتها اتفكت ما تزعليش يا أختي كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب الحاجة اللي بتروح ربنا دايما بيبعث أحسن منها ليه يعني كويس أنه أنا بتمنى لك كل خير وبتمنى لك كل مستعبى السعيد بس لما تبقى المشكلة في الخطوبة وتتفك ما تخفيش وممكن رب يكون بيحميك من تجارب مدى الحياة وممكن رب يكون بيحميك من تجارب في المستعبل هتحصل بعد كده لا قبل نفسك بيها وممساح دموعك واشكري ربنا أنه أظهر كل شيء في البداية وثقي أن ربنا يبعث لك أفضل ويبعث لك أحسن وما تخفيش ورب أنا بصلي لأجل كل واحدة خطوبتها تفكت أنها تضع ثقتها في الرب أنت عريس نفسنا أنت اللي تبقى أمين لا تنكر نفسك خلي كل واحدة رب خسر أي حاجة في الأرض يعرف أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه الرب ولا ينظروا إلى الوراء لكن ينظروا إلى ما هو قدام ينسوا ألام الماضي وأتعابه وتبدأ معهم بداية جديدة الشفاء من البكتيريا كل أنواع البكتيريا والفيروسات تبرأ ونشكرك يا رب لك للأخ اللي كان فيه ناس ظلمه واعتذر ورده المسلوب بارك حياته عمل عمليات في الظهر والألام مستمرة يا رب ضع يدك على كل أنواع الألام اللي في المفاصل اللي في العمود الفقري ألام الصداع النسفي أنا شايف قوة الله بتخرج الآن لشفاء الصداع مزمن لي ثلاث سنين الرب بقول لك أخويا ما تخافش الآن إبراء إلهي بدم الرب يسوع في أيضا صداع غير معروف السبب لا سبب ضغط ولا ضعف النظر ولا حاجة لكن الرب بيمدي إيده ألام في المفاصل الآن قوة الله بالروح القدس بتخرج لإبراء هذه المفاصل قوم يا أخويا اهتف للرب دراع تعبان وشلدر مش قادر يتحرك الرب بيعطي راحة أو بيعطي نعمة وبتقدر تحرك يديك بتقدر تحرك رجليك أم أوقف ودي نفسك الوعد به أحيا وتحرك وأوجد وأنت تاخد قوة على المفاصل اللي ما تشتغلش أم وليد الرب يعطيك الشفاء والزوجة اللي عندها العمود الفقري والزوج اللي عنده القنوات مقفولة الرب يفتح كل شيء ويتبانيه بنت الرب الرب يحميهم وقلنا بنت يسوع في مشاكل في التركيز والزاكرة محتاجة شفاء بنصلي يا رب لجل كل أمراض النسيان ولجل كل أمراض يا رب فيها مشاكل في التركيز إحنا بنتغير عن شكلنا بتجديد أزهننا بنقعد قدامك قاعدة رب تغسل أزهننا من كل أمراض الزهن من ضعف الزاكرة والنسيان وأي أمراض بتأثر على الفوكس بنت يسوع الرب يشفي لابنة علشان to be careful how to manage your money أي رب حد بينفق بإصراف أو بعدم حكمة ادي روح الحكمة والفهم حتى رب نزرع في الملك صلي الأجل في الحقيقة الوقت فيه ده هم حتلاق السيز بس حب أن نصلي صلى أخيرة لأخت اسمها ماري فارو ومش أول مرة تكتب لنا وتقول لنا أنه عندها حزن رهيب على رهيل زكا فحلو نحن نصلي لأجل كل اللي فقدوا أحباهم ونصلي لأجل كل الطلبات الصالة اللي جات لنا دلوقتي على الفيسبوك اللي مقدناش نصلي لأجلها هنصلي بعد الحلقة وكمان اللي جات لنا على التليفونات وأيضا لجت لنا على البس المباشر على الفيسبوك نصلي لأجل الجميع حتى الأسيس لأجل كل الاحتياجاتي من فضلك تفضل يا رب بنبرك أكم بمشكرك كل شخص حط اسمه في اتصال أو على الفيسبوك أو في المسجر أو في أي مكان نحن نصق يا سيد الرب أن اسمك بيتعذب وكل طلبة يا رب بين إيديك أنت بتسمع وتستجيب يا رب بنضع كل هذه الأوراق ونضع كل هذه الطلبات ونصق أن لا أصر عليك أمر لكن كل شيء مستطع لدى المؤمن بنيجي أمامك يا سيد الرب بنضع كل هذا بين يديك ونصق يا رب أنك بتسمع وتستجيب المريض أنت تشفيه للحزين أنت تعزيه الذي فقط حبيب أو شخص يا رب عزيز على قلبه تعاوده بالصديق الأسق من الأخ الذي أحبنا محبة ليس لا طول ولا عرض ولا عمق ولا علو لكنها محبة فائقة المعرفة بنضع يا رب كل هذه الطلبات بين يديك الكريمتين إذا خست على الصريب كل أمراضنا كل خطيانا كل أوجاعنا بارق قناة الكرم يا رب التي تستضيف بها الملايين والألوف وعطينا يا رب أن نكون عاملين سامعين عاملين بالكلمة نؤيد العمل يا رب بالصلاة والعطاء وطلب كل نعمة وكل بركة وضعنا الكل بين يديك واسقين يا سيد الرب أنك سمعت واستجبت بركة أختي ليديا سلوة كل الإخوة والأخوات كل الأحباء خلف الكاميرات وضعنا كل بين إيديك يا رب في انتظار آياتك ومعجزاتك وانتظار شخصك كريم ولك كل الإكرام والمجد آمين 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 شكرا لك يا حد الأسيس لأجل صلاتك من القلب لأنه دايما بتصلي لأجل كل شخص بكل أمانة وتضع قدام رب رب يبركك ويستعدم كل المواهب اللي مديها لك لمجد اسمه وخدمته في كل مكان شكرا لك يا حد الأسيس أزالي المشاهدين حلقتنا انتهت لكن حب أسيب معيكم كلمات من بطرس الأولى أصحى 5 عدد 10 وإله كل نعمة لذي دعينا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويوقويكم ويمكنكم له المجد والسلطاني الأبد الأبديين آمين شكرا لحسن من تبعتكم وإلى اللقاء في حلقات قادمة والرب معكم اشتركوا في القناة نحمل الرجال وحب السماء فكلنا شركاء في الكرمة في الكرمة نرفع الصلاة لمليك العلا فهو رب الحياة الكرمة 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 اشتركوا في القناة